السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان في مرة كلب بدخل قوضة كلها مريات حوائط أسقف أرضيات كلها مريات الكلب أقول ما دخل القوضة دي قفل ورا منه الباب عشان هو كان سريح حتة عطمة وبياكل فيها زق الباب وما لفعش وشه لسه في القوضة معرفش فيها حاجة وما شافش هو بيحاصر نفسه فين باقي الكلب مجرد ما فالباب بيلف بيدرب عينه في أول حيطة بيبص لأ كلب وقف يبص عليه كل ما يبص على أي حيطة فوق تحت في أي حتة لأكلب بيبص عليه بدأ الخوف يوصل للكلب من كتر الكلاب اللي هو متحاصر وسطهم كل ما يبص في حتة يلاقي كلب بيبص عليه وكل ما ييجي يعمل حركة عشان يتأهم حيهجم على كلب ولا حاجة يبص يلاقي كلب اللي قدامه بيعمل نفس الحركة اللي هو حيهجم هو كمان وجهيز له هو كمان ييجي يهجم على دا يليه بيعمل كده ييجي يهجم على الهنا يليه بيعمل كده الكلب بدأ للخوف يدخل جوه ويترعب ورغم إن ما فيش ولا كلب هاو هاو عليه منهم إلا إن الكلب كان مرعوب تاني يوم جال رجل ما سور على المكان بيفتح الباب بيبص لقى جثة كلب في وسط القوضة الكلب مات يعني من كتر الرعب مات من غير ما حد يهاو عليه من غير ما يبقى فيه أي كلب يهاو عليه من غير ما يبقى فيه أي حد أصلاً مات من اللي انعكاتسات بتاعته هو اللي رد عليه من الحيطة تاني ومن مخاوف هو اللي صنعها بنفسه ما كانش فيه أي حد خالص هي العبرة هنا إيه؟ إن الدنيا دي كلها ولا يعرفوا يفيدوك بشيء ولا يعرفوا يضروك بأي شيء إنت بس اللي من جواك تقدر تضر نفسك وتقتلها كمان من جواك وتقدر تفتح الباب وتخرج من القوضة دي خالص بس هو قبل ما حاصر نفسه في القوضة اللي كلها مرعات كان ما حاصر نفسه جواه هو نفسه دي انعكاساته هو اللي طالعه وانصحك أقولك إيه بقى يا سلام لو دخلت قوضة النافع هو الله لو دخلت القوضة دي انت هتعمل بإيه؟ انت هتعمل بإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا الأمة كلها على أن يضروك بشيء لم يضروك مش عارفوا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعات الأقلام وجفات الصحف أنا ليه قولت جزء من الحديث ده؟ عشان أنت لما تكون من جواك مآمن بدا مش هيكون جوا غير أمنه وطمأنينه وعلى درجة الاستسلام لقضاء الله هتكون من جواك انت راضي وهتكون من جواك آمن وهتكون جواك مطمئن واحد بالمنظر ده هتبقى الانعكاسات اللي طالع من جواه عاملة إزاي باللي عليكم أكيد مش هتكون زي الكلب اللي قتل نفسه أكيد هتبقى حاجات جميلة جدا والفرق بين كل واحد وواحد درجة إيمان كل واحد ودرجة تسليم وقضاء الله إحنا كلنا بنسلم بقضاء الله كل واحد فينا هيقول كده بس في واحد بيقبل مية في المية في واحد تسعين في المية في واحد بأس يا رب أنا مش قادر كده على درجة ما انت بتآمن بقضاء الله وعلى درجة ما انت مسلم لله الأمر من قبل ومن بعد على الدرجة دي انت بتترفع وبيكون جواك كويس الانسان اللي مآمن بدا بيعيش من جواه أجمل تصالح مع الزات ويتلاقيه بيتقبل عيوب الآخر بطريقة يعني غريبة جدا ليه؟ لأنه عارف ان دي أقدار وعارف ان العيب اللي في اللي قدامه دا كان ممكن يبقى فيه وعارف ان الأسباب اتعددت وفي الآخر قضاء الله وقدره نافذ لا محالة اللي عجبوا الفيديو يش هيرو يا ريت عشان يوصل لغيظة فالتصالح من الزات بيبدأ من جوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته